مشاهدنا كرام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم عبر القناة الإلكترونية الأولى في الجزائر زير تويب للحديث في فقرة كلام في الرياضة عن آخر المستجدات المتعلقة بالرياضة الجزائرية اليوم الحدث الأبرز ومتعلق بخطوة الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبعد نكسة المنتخب الوطني الجزائري خلال الكان والتبعات التي تلت ذلك ورحيل الناخب الوطني الجزائري اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتحرك بالسرعة القصوى لإيجاد خليفة للناخب الوطني جمال بالماضي طبعاً الاتحاد الجزائري لكرة القدم أصدر بيان مفاده تعيين لجنة لدراسة ترشيحات المتعلقة بالأسماء المطروحة على طاولة الاتحاد الجزائري لكرة القدم والاتصادي تحرك ووضع خطوة جديدة مبنية على التشاور هذه اللجنة ستقوم بدراسة كل الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني الجزائري في غضون أقل من عشرة أيام لتقدم لنا الإسم الذي تم وضعه بالإجماع طبعاً العديد من الجماهير ومن المتتبعين لأشأن الرياضي يتساءلون عن هوية الناخب الوطني الجزائري الجديد هناك أسماء أقول أسماء متداولة وأخبار من هنا وهناك ولا شيء رسمي يعني هناك أسماء تم تدولها ربما الإسم الأبرز الذي تم تدوله خلال هذه الفترة سواء من الإعلام الرياضي أو سواء من الجمهور الرياضي وحتى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو اسم وحيد حالي لوزيتش المدرب البوسني الذي يرشحه أكثر المتتبعين لتولي المنتخب الوطني الجزائري بحكم مجموعة من المعطيات معطيات منها معطيات تاريخية نظراً لما قدمه وحيد حالي لوزيتش مع المنتخب الوطني الجزائري حيث تحقق معه إنجازات تاريخية خاصة في كأس العالم وكذلك علاقته الطيبة بالجمهور الرياضي الجزائري هناك مدرسة أخرى كانت متداولة المدرسة الفرنسية تعلق الأمر بالمدرب الفرنسي هيرفي رونار ولكن وقعت العديد من الأحداث المتعلقة بتداول اسم هيرفي رونار لأنه يرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وتدريبه للمنتخب النسوي أيضاً بعض الأخبار المتداولة قالت بأن الفرنسي هيرفي رونار كان في اتصالات متقدمة مع الاتحاد المصري لتدريب الفرعنة ولكن لا شيء ولا تفاصيل جديدة ولا تفاصيل رسمية متعلقة بهوية الناخب الوطني الجديد المدرسة البورتغالية تم تداولها أيضاً بقوة تعلق الأمر بالمدرب كيروش صاحب الخبرة والذي صال وجال في العديد من المنتخبات والذي سبق له أن درب المنتخب المصري ويملك الخبرة القرية والإفريقية طبعاً هي أسماء متداولة لا شيء رسمي ولا شيء يعني اتضح لحد الآن إلا بعد نهاية دراسة الترشيحات التي ستقوم بها اللجنة التي تم تعيينها والتي ستجتمع لنهار اليوم الاثنين طبعاً مشاهدنا الكرام كانت كل هذه التفاصيل المتعلقة بالحدث الرياضي أبرز لنهار اليوم تناولناه معكم في فقرة كلام في الرياضة تحية لكم نلتقي في أعداد أخرى سلام الله عليكم شيري يرافقكم في كان الكوديفور استمتع بأجواء الكان مع بلاطة لوكس الشيبس رقم واحد في الجزائر يتمنح موافق للمنتخب الوطني كادياس طريقكم نحو الكوديفور رامي الذوق الأمثل في كان الكوديفور تيكنونورم يتمنح موافق للفريق الوطني زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر